شويخ من أرضي مكناس وسط الأسواق أغني إيش علينا من الناس وإيش على الناس مني إيش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبع أهل الحقائق لا تقول يبني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس وكتبوا حرزة عني إيش علينا من الناس وإيش على الناس مني ثم قول مبين ولا يحتج عبارة إيش على حد من حد افهموا بالإشارة وانظروا كبر سني والعصى والغرارة إيش علينا من الناس وإيش على الناس مني ربما يظن أحدنا بأن هذه القصيدة العامية تعود إلى خمسين عام مئة عام لا أيها الأحبة هذه القصيدة عمرها سبعمائة وخمسين سنة نعم إنها لأبي الحسن الششتري الشاعر والمتصوف الأندلسي الشهير أبي الحسن الششتري عاش في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي وكان أميرا من سلالة أمراء ثم قرر أن يكون فقيرا ولقب بعروس الفقراء تعرفون ليس في العربية كلمة عريس فهو عروس الفقراء ولقب أيضا بركة الأندلس الصوفية وقتها يعني في القرن الثالث عشر الميلادي بعد حوالي خمسمائة سنة على نشوئها أخذت أشكال وانحرافات متعددة تعلمونها فكان يتبرك به الناس هو في ربما أواصل عمره أو بعد قرر أن يترك التجارة والوزارة وتتلمذ على يدي المتصوف ابن سبعين فقال له شيخه شوف يا أبو الحسن إذا أردت أن تصبح متصوفا الطريق ليس سهل ترمي عندك الحلل والحلي تلبث سوبا خشنا تحمل عصى الفقراء والغرارة وهي كيس من الخيش يوضع فيه بعض الخبز أو الحبوب وتنزل إلى الأسواق وتنشد وتغني في حب المصطفى فقال له إنها سهلة وكتب هذه القصيدة شويخ من أرض مكناس وذهب في أسواق يرقص ويغني في أسواق المغرب ويغنيها ثلاثة أيام يعني وإش علينا من الناس وإش على الناس مني ليس له علاقة بأحد لأبي الحسن الششتري ديوان شعر كبير فيه القصائد الفصيحة وفيه الزجليات وهذه القصيدة من الزجل الأندلسي وفيه أنواع من الشعر الفصيح والشعر العامي الذي كان سائدا في تلك المرحلة ويمثل مرحلة ويمثل مرحلة ويمثل مرحلة